نظم قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة لجامعة النهرين وبالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية ندوة عن الأمن المائي وتحديات إدارة الموارد المائية في العراق تقيم كلية الهندسة ندوة حول إدارة الموارد المائية بالتعاون بين كلية الهندسة متمثلة بقسم الهندسة المدنية ووزارة الموارد المائية متمثلة بمركز إدارة الموارد المائية والحقيقة تأتي هذه الندوة بالنظر للمشاكل الكبيرة التي تواجهها عملية إدارة المورد ماء على مستوى العالم وعلى مستوى العراق حيث توجد هناك تهديدات كثيرة لحوضي دجلة والفرات بسبب ارتفاع نسبة الملوثات وكذلك شحة المياه المستقبلية فنعمل أن تخرج الندوة بتوصيات من شأنها حل ومعالجة أو أعطاء حلول على المدى القريب أو المدى البعيد لمعالجة هذه المشاكل في حوضي دجلة والفرات تضمنت الندوة العديد من المحاور كان من أهمها محور أهمية السدود في مجابهة تحديات المورد المائية فضلا عن مفهوم متطلبات التكييف مع المتغيرات المناخية والنقص في المياه كما ناقشت الندوة أهمية إعادة تدوير المياه في الإدارة المستدامة للمورد المائية في العراق بالتعاون بين المركز الوطني إدارة المورد المائية أحد تشكيلات وزارة المورد المائية مع جامعة النهرين كلية الهندسة تقام هذه الندوة لتسليط الضوء على التحديات والمشاكل التي تواجهها المورد المائية في العراق والسبل التي المفروض تتخذها الحكومة العراقية لتجاوز هذه الأزمة قدمت محاضرة بعنوان سد مكهول الأهمية وخطوات الإنجاز طبعا سد مكهول يعاد من السدود الستراتيجية التي باشرت بها وزارة المورد المائية خلال السنة 2021 يعد سد مكهول مهم جدا لدرأ مخاطر الفيضان وكذلك توليد الكهرباء ومعالجة الشحة من خلال تنظيم الإطلاقات لنهري الزاب الأسبل والزاب الأعلى هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهم المشاكل والتحديات التي تتعلق بالمتغيرات المناخية والنقص الحاصل في الموارد المائية وسبل مواجهتها لزيادة الوعي العلمي والثقافي وطرح بعض الأفكار والمفاهيم التي من شأنها المساهمة في التغلب على أغلب التحديات في العراق من جامعة النهرين إسراء عبد الكريم